أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نناقش فيها إعلان التحالف عن هدنة من طرف واحد وأبعاد هذه الخطوة أعلنت الرئاسة اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار بدءا من اليوم استجابة لدعوة الأمم المتحدة والتركيز على مواجهة انتشار وباء كورونا أكد نائب الرئيس علي محسن الأحمر خلال اجتماع مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتوني غريفث أن توجيهات الرئيس هادي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتبارا من اليوم شدد محسن على موقف الشرعية الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية وفق المرجعية الثلاث وكان التحالف قد أعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن من جانب واحد دعما لمبادرة الأمم المتحدة قال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن أعلان وقف إطلاق النار سيبدأ اليوم لمدة أسبوعين مع قابليته للتمديد أضاف أن تهدئة تهدف لتهيئة الظروف الملائمة لعقد اجتماع يبحث تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم واستئناف العملية السياسية إلى ذلك أعرب المتحدث باسم التحالف ترك المالكي عن أماله في أن تستجيب ميليشيا الحوثي للهدنة والجلوس على طاولة الحوار ووضح المالكي في تصريحات صحفية أن التحالف بدل جهودا كبيرة في إطار الخروج من الأزمة اليمنية من جهته رحب البابوت الأممي إلى اليمن مارتون جريفث بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن نعين الحكومة والحوثيين إلى استغلال الفرصة بوقف الأعمال العدائية بشكل عاجل سنناقش مشاهدين مع ضيوف هذه الحلقة أبعاد إعلان الهدنة من طرف واحد وكيف يمكن أن تتعاطى معها الأطراف لكن بعد مشاهدة هذا التقرير ساعة واحدة فقط تفصل بين إعلان التحالف هدنة عسكرية في اليمن وبين سقوط صاروخ ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب الصاروخ استهدف مبنى حكوميا وسطحيا سكني إلا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات هدنة تسبقها معارك في الجوف وأطراف مأرب وتلحقها مواجهة عسكرية والطرفان يقولان شيئا آخر التحالف يعلن هدنة من جانب واحد وافقت عليها الحكومة الشرعية أما ميليشيا الحوثي فتقول إنها لا تقبل الحلول الجزئية باحثة عن حلول شاملة لوقف الحرب كليا الحوثيون قدموا رؤية إلى الأمم المتحدة تنص على إنهاء أي قوات دولية في جميع أراضي اليمن وجزره وموانئه وأجوائه وإنهاء أي وجود عسكري يمني في الأراضي السعودية المبادرة تدعو أيضا إلى إعلان الوقف الشامل للحرب وإيقاف جميع الأعمال العسكرية البرية والبحرية والجوية وأن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور التوقيع على أن يتم إجراء حوار سياسي يؤسس لمرحلة انتقالية وفيما ردت ميليشيا الحوثي على هدنة التحالف بصاروخ على مدينة مأرب فإن التحالف والحكومة الشرعية لم يعلق على رؤية الحوثيين وكأنه حوار أحادي بين متحاربين أضاعت أصوات الحرب كل إمكانية لأن يصغي أحدهما إلى الآخر أو يرد على مبادراته فكل طرف ما زال يعتقد أن سلاحه ماض وفعال وأن مناطق الجوف ومأرب ما زالت ساحات خصبة لاستمرار حرب القوة ولتغطية العجز الكبير في الدبلوماسية السياسية الدولية والمحلية التي تقضي عامها الخامس بتخبط دون أمل في أن تجعل هذه الحرب جزءا من الماضي مرحبا بكم مجددا مشاهدين كما أرحب بضيفي من أبها المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر ومن تعيز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي أبدأ معك سيد سلمان إذن أعلن التحالف هدنة من جانب واحد لكن ناطق الحوثيين محمد عبد السلام قال أنها ليست إلا محاولة تجميلية وأيضا مناورة سياسية واستهلاك إعلامي كيف تقرأ أنت موقف الحوثيين من خلال هذا الرد الأولي بداية نحييك سيدتي وحيي ضيفك الدكتور فيصل أيضا نحيي السادة المشاهدين ننظر في المقام الأول لإعلام التحالف في هذا الوقت الذي بصراحة أتى احتراما وتقديرا ومراعاة في المقام الأول للظروف الإنسانية اليمنية بعد هذه الجائحة كورونا التحالف العربي بإتخاذه لآخر القرار من عدة جوانب أولا للدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأمر الثاني للأوضاع الراهنة في اليمن الحوثيين حريصين على استدامة الحرب بالطرق التي يريدونها ووضع الهدنة أو إيقاف الحرب في المواقف التي يرغبونها كل ذلك لأسباب معينة تمتد إلى أولا قوة في الجمهات الحاجة إلى استيراد أسلحة أو تمويل أسلحة هذه الأعمال كلها من واقع تجربة على مدار الخمس سنوات الماضية أنا أراهب بأن إلتزام التحالف والحكومة الشرعية والذي بصراحة أتى في وقت عصيب وصعب جدا هو بمجرد فرصة أخيرة للحوثيين ليثبتوا للعالم إن كانوا جادين وصادقين أن يلتزموا بهذه الهدنة ولكن للأسف اخترقوها من الثواني وليس حتى النقائق الأولى وواصلوا استيلافهم مالب وغيرها من المواقع أعتقد حتى الضارع البالح أرسل عليها الصاروخ الحوثيين ليس لهم أهد ولا 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 إلتزام التحالف الأولى إذا ما أعلن العقيدة الرؤية من المالكة لكيد القوات المشاركة للتحالف بناء على إعلان سابق بتاريخ واحد شعبان قبل قرابة 15 يوم بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها الدعوة الأمين للعام الأمم المتحدة لوقت يطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات متشار فايروس كورونا إذن هناك قرار من قوات التحالف العربي انتزمت به وكما هو عاد في التحالف العربي أنا أقول هذا بكل صراحة بقناتكم العزيزة بأن التحالف العربي وضع كل السبل وكل الطرق وكل الأمان أمام الحوثيين للدخول أو الركون إلى السلم وإلى حب جديدة ولكن لازال الحوثيين يكابرون ويعاندون ويواصلون مسيرة التعنت والخضوع للتوجهات الإيرانية نعم تفضل بالبقاء معي سيد سلمان أعود إليك سيد فيصل مرحبا بك معنا دكتور كيف تقرأ إعلان التحالف ردنا من طرف التحالف وما دلالة التوقيت برأيك أصاب الله مساءكم والهمور الكريم والضيح الكريم هناك مآخذ على مثل هذه الدعوة مآخذ قانونية الحرب هي يمنية يمنية نعم ودول التحالف ودول التحالف أدعت بأنها جاءت لتدعم السلطة الشرعية ويفترض أن يكون الإعلان لإيقاف الحرب أو تحريف الجباهات من السلطة اليمنية صاحبة الاختصاص أن تتعدى دول التحالف على القرار السيادي اليمني بالتصدر للمشهد هذا إهانة إهانة ليس بعدها إهانة بغض النظر عن الدعوة القادمة من الأمم المتحدة التي لا تفيد اليمنين في شيء ثانياً الدعوة تضمنت بدعوة الحوثين إلى الحوار السياسي السلمي طيب المواطنة المواطنة اليمنية سعودية والإمارة لماذا هذه الحرب من خمس سنوات ودمرت كل الأبنية البنى التحتية والمجتمع اليمني والآن ينادون بالسلم ما كان السلم من البداية أصول لماذا يعني هذا التدمير الحاصل الذي أوصل البلد بفقر ومجاعة وحصار جوي بر بحري ثم أيضاً داخل المبارة يقولون أن هناك تهريب للأسلحة طيب أنتم دول التحالف مع عدة دول وتحاصلون البلد براً جوّاً بحران ثم تقولون هناك تهريب للسلاح لماذا لا تضبطون هذا التحريب ثالثاً وهو الأهم دعوة التحالف في إيقاف الحرب التي على الميدان الانتصار فيها للجيش كيف نخذل هذا الجيش وهؤلاء الأبطال في الميدان بالدعوة إلى وقت القتال لنعطي الحوتيين فرصة لإلتقاط الأنفاس الذين أيضاً هم يرفضون مثل هذه الدعوة المبرر على أن هناك فيروس كورونا اليوم في يمن الحوتيون هم أسوأ من جميع الفيروسات في العالم أكبر فيروس في العالم أو في يمن يصيب اليمن في مقتالهم الحوتيون نعم نحن ممكن أن نتعاش كيمنيين مع جميع الفيروسات البيولوجية لأنها التطور الطبيعي والإنسان قادر على أن يتعاش معها بالمناعة ويخرج منها في نهاية المطاف لكن هذا فيروس قاتل ليمنين وفيروس قاتل للأمن الإقليمي وفيروس قاتل حتى للدين الإسلامي أي أنهم أرادوا أن يقدموا لنا إسلاما جديدا إسلاما شيعيا جديدا مختلف الأصول والعقائد يعني اليوم دول التحالف إذا أرادت أن نحترمها كمواطنين يمنيين عليها أن لا تنتهيك السيادة اليمنية وأن تسرك الجانب اليمني هو الذي يتحكم بتحرك الجبهات وإيقافها وأن لا تضع عليهم إذن هذا ثانيا وهناك شيء مؤكد من الرئيس عبد الربو منصور ورئيس الأمن القومي القول بأن السعودية تدخلت بطلب منه عبد الربو منصور أعلم صراحة وموثق وأنتم أيضا أعلمتم مثل هذا في القناة وفي قنوات أخرى أن عبد الربو منصور لم يعلم بهذا القف إلا وهو في الطريق يعني هناك شبهة بأن تتحول اليمن إلى دولة خردة لهذا النظام الإقليمي الردي الذي يعبث دون حساب لسلامة المواطن اليمني المواطن اليمني لا سلم في دولة الإغساب في الدولة الخارجية يعامل بسوء ولا سلم أيضا من الحرب واليوم ننادي إلى الحل السلمي نعم تفضل بالبقاء معي دكتور فيصل أعود إليك سيد سلمان إذا كنت قد استمعت لحديث ضيفنا الدكتور فيصل تحدث وذكر النقطة في إطار حلقتنا لهذا اليوم أنه مع تحرق قوات الجيش على الأرض في الجوف وأيضا ما رب يتم إعلان هدنة أحادية من قبل التحالف لماذا؟ لا تقدم أنا مدري وين تقدم هذا لتكلم عنها في الجوف بالأمس كان هناك عملية عسكرية في الجوف تم من خلالها استعادة معسكر اللبنات وأيضا هناك العديد من المناطق استعادتها الشرعية لماذا أعلن التحالف بعد تقدم هذه القوات على الأرض الهدنة الآن؟ ليس لذلك إليك أولا من خمس سنوات ونحن نسمع يوميا بأن الجيش اليمني تقدم ألاف الكيلومترات أو غيرها ولذا لو كان هذا الكلام مستقع من خمس سنوات وكان الجيش اليمني كل يوم يتقدم سحنتي لحرر كل المواقع التي تخضع للعذية هناك بلبلة إعلامية كاببة لا بد أن نعترف بها الإعلان الذي أتى للتحالف العربي واضح ولا يحتاج تعليل ولا تعليق التركي المالكي ألا أكيدوا لك التركي المالكي وضع النقاط على الحروف وقال بتأييد ودعم طلبات الحقومة اليمنية لكن المشكلة هنا كمن يحاول أن يبرر الأمور على حسب أوى هذا الأطلق دكتور نعم سيد سلمان يتساءل البعض هل نجح الحوثي في تحييد التحالف وإن مؤقتا ليتفرغ على الأرض لقصف المدنيين أنا أشرته قبل كليل وأنا أعيد وأكرر الحوثي سواء كانوا راضين عن هذا الكرار الذي أتخذها التحالف والتحالف الشرعية أو غير راضين هو في الأخير هم غير ملتزمين بأي كرار سواء أممي أو غيرها هم سيواصلون عمليات التهريد وسيواصلون عملية انتهاك واختراك الاتفاقيات وقصف المدنيين وعمليات التهريد من الخارج هم يستغلون الضروف الحوثيين وأنا أوقف هذا الكلام يستغلون الضروف لصالحهم الآن المرحلة يعني تختلف عن أي مرحلة سابقة يا سيدتي وأنا أريد أن أوضح النقطة هذه لأخي الدكتور فيصل وللسادة المشاهدين ما تمر به المنطقة والعالم يستدعي أن يكون هناك مبادرات موافقة العكومة الشرعية وتهيد التحالف التحالف في الأخير هو الذي أتى وفق طلب الرئيس هادي فلا بد أن يكون له كلمة فلماذا تستكر الآن أن يظهر التحالف العربي ليعلن هذه الكلمة إكتاف العمليات العسكرية ليس بيد هادي ولا بيده بيد التحالف إذن هذا اعتراف منك سيد سلمان بأن الشرعية ليس لها كلمة كما ذكرت وأن القرار يعود بالتالي للتحالف فقط يعني أنا بس قبل أن أجيب على هذه القرارة أين الشرعية في الأساس كنا نتمنى أن يظهر أحد من الشرعية وأن يرى ما تمر به اليمن من أحداث المملكة العربية السعودية يا سيدي إذن أنا نتكلم بالواقع منذ جائحة كورونا كم قدمت لليمن نحن لا نمنذ ذلك ولا نريد من ذلك أمنا ولا أذى لكن كانت الدولة الوحيدة الأولى التي قدمت الدعم المادي والأجهزة والملايين لأجهز واجهة انتشار كورونا سواء لليمن أو غيرها ولكن أنتظر أن يأتي الحكومة الشرعية لتعلن الإيقاف لا هناك مبدأ إنساني لأن التحالف العربي يا سيدتي يرأي القوانين العربي الدولية والإنسانية حتى في عمليات القصر لذا كان التحالف العربي خارج هذه القوانين لسحق الحوذي من أجهزة من أسبوعين قم عشر ولي العاد حينها ولدقل صنعاء وعمران ومارب وغيرها وحر المواطع ولكن الززام للقوانين الدولية التي تحمي في البقام الأول المدنيين هذه النقطة لا بد أن ننظر لها يا سيدتي حماية المدنيين حماية المؤسسات الأقومية والمنى التحكية هذه العوامل جميعها هي التي تجعل التحالف العربي يحترم القوانين الدولية في المقابلة الحوذي لا يحترم لا قوانين دينية ولا دولية ولا إنسانية ولا قبلية ولا زال يمهاجد وينتهج قبل ثلاثة أيام ضرب أحد هل تكلم أحد؟ هل تكلمت الأمم المتحدة؟ هل تكلمت الشرعية؟ أنا أسأل رئيس الوزراء عبد الملك معين وغيرها في الشرعية هل تكلموا عن السجن الذي قصفه في تال؟ لم نجد أحد ولذا التعالف العربي بكيامه الإنسانية هو أول من تحدث وعدان هذه العملية أن لا نكيل بميتيالين في الأمور وأن نكون على خط واحد نعم وضحت الفكرة التي تواجد إيصالها سيد سلمان عسكر المحلل السياسي كنت معي من أبها شكرا جزيلا لك أعود إليك دكتور فيصل إذن كما ذكر سيد سلمان أن التحالف واضح في سياسته وأن هذا الإعلان جاء من جانب إنساني كما ذكر كيف ترد أنت على هذا الطرح هذا الكلام وهذه الأكاذيب هي تثير غضب اليمنيين بشكل مستفز هل قصف الكهرباء في المخاء في بداية الحرب عمل إنساني هل قصف كلية الطب في جامعة الحيدة عمل إنساني هل قصف القاعة الكبرى في صناع عمل إنساني هل قصف سوق زبيد عمل إنساني هل قصف العرس في سنبان عمل إنساني هؤلاء يكذبون أصبحوا يمارسون أبشع القرائم ثم يدعون الآن بوقف العمل إنساني الحقيقة من يتحكى بالحرب هم الحوتيون هم من يحركون الجبهات ومن يهجمون وبالتالي عندما يتحرك الجيش بجدية للانتصار يتدخل التحالف لإيقاف المعارك يقول بأن القيش الوطني يعني يكذب وأنه تقدم بليوم سانتين نقد حرار اليمن طيب هو بعظمة لسانه وبتراكم القرارات من دول التحالف أن التحالف هو من يتحكم في إيقاف الحرب أو هزيمة الجيش الوطني بما أنه لأن دول التحالف التي أعلنت إيقاف الحرب والجيش في حالة انتصار أيضا فهو الذي أمر هذا الجيش بالانسحاب من نهم ومن الجو وبطريقة خادعة استلام وتسليم وقعل الجيش يبدو في موقع تنحرك وقعل الأبطال حقنا يتمنون الموت على أن يستسلمه لأنه إذا لم يستجيبه للانسحاب سيتم قصفهم وبالتالي اليوم الجيش الوطني عليه أن يفق ارتباطه مع القوات التحالف وأن يقرر قرارا مستقلا يمنيا خالصا في خوض حربه الخاص داخل اليمن إذا ظلينا مرتهنين لعبد الربو بنصور القابع في فنادق الرياض ولدول التحالف التي تتحكم في المشهد اليمني وانتهاك السادة اليمنية لن تنتصر القضية اليمنية اليوم الحرب تهدف السعودية إلى ترويض الحوثيين ليكونوا أحد أدوات التمزيق والإفشال للدولة اليمنية على المدى الطويل لأن الانتقال إلى دولة يمنية راسخة لا يطمئن السعودية ولا تنوي السعودية أن تسمح لليمنين بأن يلتقطوا الأنفاس حتى يؤسس دولتهم وبالتالي عندما قامت الوحدة عرضوا الوحدة وعندما قامت الثورة رفضوا الثورة وعندما يعني هم دائما ضد اليمن وضعوا مصالحها عور التاريخ شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل الحديثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة كنت معنا منت عز أرحب ضيفي من إسطنبول رئيس مركز أبعاد للدراسات ومستشار وزارة الإعلام عبد السلام محمد مرحبا بك معنا سيد عبد السلام برأيك ما أبعاد الإعلان عن هدنة من طرف واحد من قبل التحالف في هذا التوقيت أهلا وسهلا بكم وكل المشاهدين الكرام وضعوا في الكرام أنا يعني وجهة نظري أولا توصيف المعركة بالأساس ربما هناك نوع من التطرف سواء ما يطرح ضد الحكومة اليمنية والجيش الوطني وضد أيضا التحالف هناك معركة مصيرية مشتركة تتداخل فيها الأمن القومي للجمهورية اليمنية الذي استهدف على يد ميليشيات الحوثي التابعة لإيران والأمن القومي للمنطقة ودول الخليج بالذات بالذات المملكة العربية السعودية وبالتالي أي هزيمة للجيش الوطني الذي يقاوم العرض هي هزيمة حقيقة للسعودية والدول الخليج وأي انصار وانصار أيضا للأمن الإقليمي بالتالي أنا يعني خمس سنوات من الحرب والإرهاق لليمنين ورغم ذلك لا زالوا الحاجز الصد الأول للدفاع عن وطنهم بدرجة أساسية وأيضا عن أمن المنطقة نعم سيد عبد السلام هناك معارك على الأرض تدور في الجوف وأيضا المارف فيها تقدم لقوات الجيش خصوصا في الجوف هناك استعادة مناطق كثيرة لكن التحالف أعلن الآن هدنة ووقف للعمليات هذه كيف نفهم هذا الإعلان في إطار التصعيد من قبل الجيش وأيضا سيطرته وبالتالي رجحت الكفة بالنسبة له أولا الهزيمة التي تحصل الجيش هي هزيمة سياسية بدرجة أساسية يعني ليست المشكلة في الميدان الميدان قادر على الرد وقادر على الدفاع وقادر على التحرك في أي لحظة حتى إلى صنعه لكن للأسف الجهة السياسية سواء الحكومية اليمنية أو حتى التابعة للتحالف هي التي دائما يحصل منها نقاط الاختراق وبالتالي دعيني إذا تحدثنا الآن عن المسألة الهدنة الهدنة هي جاءت لسببين رئيسيين أولا هناك ضغط دولي على التحالف على الحكومة اليمينية في إعلان الهدنة بسبب جائحة كورونا وهناك أيضا نصف حالة إرباك داخل التحالف العربي بعد تقدم الحوثيين في منطقة الجوف ومارب نتحدث نعم الحكومة أين تقف برأيك الحكومة من هذا الإعلان الذي يبدو كأنه تجاوزها كطرف وتعاطى مع الحوثي بصفتهم الند المباشر أولا من ناحية الهيكلية والناحية القانونية تعتبر العمليات المشتركة التي أعلنت عن إيقاف الهدنة هي عمليات مشتركة ما بين الجيش اليمني والتحالف العربي ولذلك لا أعتقد أن الحكومة هي بعيدة من ناحية قانونية أنا أتحدث الآن لا أعتقد أن الحكومة بعيدة عن ذلك ولكن ولكن ما يتعلق باتخاذ مثل هذه الجرارات لا أعتقد أن التحالف يستطيع بمفرده إنما طريقة اتخاذ الجرار في هذا التوقيت الصعب كان يفترض أن يتم نعم بالتالي سيد عبد السلام هل أصبحت مهمة الحكومة فقط الترحيب والالتزام بما يصدر من التحالف طبعا الحكومة اليمنية لديها جيش على الأرض وهذا الجيش عندما تعرض للهزيمة خلال أيام الماضية عاد ترتيب ذاته واستعاد كثير من المناطق وبدأ في عملية الهجوم وبالتالي فإن الحكومة هي متكة على قوة صلبة على الأرض في الأخير المسألة السياسية التي تدار ما بينها وبين التحالف وأيضا بالتنسيق مع الجهات الدولية هي محل تظل محل اختبار ونوايا لدى الطرف الآخر ونحن نعرف أن الفلوثين هو قدم رؤية مختلفة عن المبادرة والهدنة التي قدمها العمليات المشتركة العمليات المشتركة قدمت هدنة لمدة سبعين بينما هو قدم رؤية تنهي حالة الحرب بطريقة الدراماتيكية نستطيع أن نقول فيها إهانة لليمنين والخليجين بشكل عام وبالتالي هذه الرؤية من المستحيل تنفيذها حتى على المدى البعيد بمعنى أن الحوثي عمليا هو رافض لهذه الحوثنا أيضا على الأرض الاختراكات التي تحصل الآن معناها رافض وبالتالي الجيش اليمني هو المعني بالرد ليس المعني بإذن حكومي ولا بإذن من رئيس الجمهورية ولا بإذن من التحالف الذي على الأرض هو المعني بالرد في هذا الجانب إذا حصل الاختراك لكن الناطق باسم الجيش لم يصدر منه شيء هذا الجيش الذي ذكرت أنه مسيطر على الأرض بينما الناطق باسم الحوثيين ظهر على وسائل الإعلام وكما كان في موقفه أنه يبدو غير مقتنع بهذا الإعلان بيان العمليات المشتركة هي تمثل الجيش لأن الجيش هو جزء من العمليات المشتركة داخل التحالف يجب أن نفهم هناك قرار لرئيس الجمهورية بإعطاء صلاحيات لأبير فهد من تركي رئيس العمليات المشتركة بأيضا يدخل ضمن إطار تحريك الجبهات وهذه العمليات المشتركة أصبحت جزء من التحالف وهي مختصة بوزار الدفاع أيضا قائد الأركان قائد العمليات المشتركة داخل الجيش اليمني يجب أن نفهم من ناحية قانونية هذا لكن عدم خروج مثلا ممثل الجيش للحديث عن هدنة لا يمكن في هذا الظرف الجيش يعاني خلال الفترة الماضية وعانى من خيانة كبيرة جدا على الأرض وهو الآن يستعيد عافيته فكيف يمكن أن يتحدث عن الهدن من يتحدث عن الهدن هو الجانب السياسي أما الجانب العسكري عليه الفرض أمر واقع على الأرض لا يهمه الهدنة السياسية إلا في حالة واحدة إذا التزم بها الطرف الآخر سؤال الأخير سيد عبد السلام إذن الحكومة استجابت ورحبت لكن التحالف يبدو بأنه غير مقتنع كيف يمكن إلزام الحوثي المعدرة بهذا الإعلان وبالتالي وقف إطلاق النار الحوثي لم يلتزم بهذا نعم كنت أود أن أصحح في السؤال خرجت هذه اللفظة غصبا عني الحوثي غير مقتنع وكان السؤال كيف يمكن إلزامه بهذا الإعلان أو بهذا بوقف إطلاق النار الحركة الحوثية حركة مسلحة لا تعيش على الدماء وعلى الغتال المستمر لا يمكن أن تبقى في إطار السلام معلن حتى ولو المدة أسبوع واحد نحن رأينا الاتفاجئة السابقة واتفاجئة كيف أن الحوثي لا زال يضرب الصواريخ في الحديدة ويهاجم القوات هناك نوع من الاستسلام من قبل الحالة الشرعية فيما يتعلق بالتعامل مع الحركة الحوثية ظننا منهم أن هذه الحركة يمكن إخضاءها ويمكن جرها عن إيران وفصلها عن إيران هذا لا يمكن طوال خمس سنوات ليس الخمس سنوات بل عشت سنوات منذ تأسيسها في عام 2004 أظهرت الحركة أنها تنظيم يتبع الحرس الثوري الإيراني لا علاقة لها لا بمذهب ولا بطائفة ولا بمنطقة لا داخل اليمن ولا خارج اليمن إنما لها علاقة بالتنظيم الثوري للحرس الثوري الإيراني وبالتالي من الصحب جدا إقناعها ما لم تكتنع إيران من الأساس وإذا عدنا إلى تاريخ الثورة اليمنية عندما أعلنت سعودية ومصر القروج عن أثناء من اليمن عادت الجمهورية بسهولة إلى العاصمة الصنعاء بينما الآن ننتظر إعلان إيران رفع يدها عن اليمن وبالتالي التحالف العربي سنودعه ونقول شكرا لك مع السلامة واليمنين هم سيستعدون دولتهم وجمهوريتهم نكتفي بهذا القدر رئيس مركزي أبعاد للدراسات ومستشار وزارة الإعلام عبد السلام محمد كنت معي من إسطنبول شكرا جزيلا لك كما أشكر ضيوفي من تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديثي وأيضا كان معنا من أبهاء المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات معين هذه الحلقة الزمين والي عطا كما هي لكم من الزملاء في الكنترول إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر